بسم الاب والابن الروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم التاسع والعشرون من شهرك ياهكا المبارك عيد الميلاد المجيد نحتفل به جميعنا بوليد المزود ولكن هل ترى هذا المولود في مزود انه هو ملك الملوك ورب الارباب لما جاء المجوس يحملون هدايا زهبا ولبانا ومرا وتقدموا الى هيرودس لكي يسألوه عن هذا المولود ملك اليهود اضطرب وكل ارشاليم معهم وابتدى يدعو الكتبة ورؤساء الشعب ليسألهم اين يولد المسيح يعني معنى كده هيرودس كان عارف ان المسيح يولد ورؤساء الكهنة والكتبة يعرفون انه يولد وقالوله بالضبط في بيت لحم اليهودية وقالوله النبوة ولكن الغريب انه لم يذهب واحدا منهم ليرى يسوع في المزود حينما يواجه الانسان نفسه انه ممكن يشوف بعقله ويعرف بالمعلومات ولكنه لا يتحرك ان يأخذ خطوة الى الامام لقد اتى المجوس من بعيد من بلاد المشرق يبحثون عن ملك الملوك رب الارباب الاله المبارك الذي فوق الكل والذين يحملون النبوات والذين يحملون التقليد والذين يعرفون الكتب لم يذهبوا ليروه لقد اعلن الله نفسه للغرباء فأتوا وسجدوا له وقدموا له هدايا ونحن الذين نحمل الكتب كيف نستطيع ان نتقدم اليه كتير من الاوقات يولد المسيح امامنا يكون امامنا ممكن تشوفه في انسان مريض ممكن تشوفه في انسان يحتاج ممكن تشوفه في انسان يطلب معونة ممكن تشوفه في انسان مهمل ممكن تشوفه في انسان بعيد اوي لكن نرى المسيح في كل انسان ونرى ان كل انسان هو ايضا هدية من المسيح ليك علشان تصنع معه خيرا وسلاما ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة وكل سنة وانتم طيبين واللهنا المجد الى الابد اشتركوا في القناة شكرا